في خطوة جديدة وغير مألوفة في سوق العمل شركة صينية تيك توك أطلقت منصة اسمها تيك توك ريزمي هي أداة تحت الاختبار لطلبات الوظائف بتسمح للمستخدمين أنهما يتقدموا بشكل مباشر باستخدام سيرة ذاتية فيديو بيتعين على المستخدمين إنشاء سيرة ذاتية أو الـ CV ولكن عبر تقنية الفيديو وليس بالورق يعني ونشرها عبر تيك توك ومن ثم إرسال هذا الفيديو إلى مسؤولي التوظيم من خلال التطبيق بالفعل تم تسجيل أكتر من 30 شركة لقبول السير الذاتية للبرنامج التجريبي من خلال التطبيق الصيني فهل هتغير هذه المنصة من شكل مقابلات سوق العمل؟ للمزيد من التفاصيل حول أبرز مميزات المنصة التجربية لتك توك خلونا نتبع هذا التقرير ربما أصبح الذهاب إلى مقر الشركات وتقديم السيرة الذاتية أمرا قديما تجاوزه الزمن بعدما أقدمت شركة تيك توك على تجربة أداء تيك توك ريزيومي لطلبات الوظائف التي تسمح لمستخدميها بالتقدم مباشرة باستخدام سيرة ذاتية من الفيديو للشركات الفكرة التي تبدو مختلفة لقت اهتمام العديد من الشركات إذ وافقت أكثر من 30 شركة على قبول السير الذاتية للبرنامج التجريبي الذي يتم تجربته حتى نهاية شهر يوليو ومن جانبها ترى الشركة الصينية أن هذه الأذات ستتيح بشكل أكبر فرص عمل بدوام كامل لصناع المحتوى المحترفين والمؤثرين الراغبين في ذلك ومساعدة الشركات العاملة في إنتاج الفيديو عبر المنصات على الوصول لأفضل موظفين في هذا المجال بينضم إلينا من دبي المستشار في التنمية البشرية والتطوير الدارية دكتور فراس النائب دكتور فراس مساء الخير وأهلا بحضرتك معنا يعني خلينا نقول خطوة مختلفة تماما شركة تيك توك تطلق منصة لكي تكون وصيد بين من يرغبون في التقدم للوظائف والشركات التي تعرض وظائف من خلالها أولا إي تقييمك لهذه الخطوة هل شايفنا خطوة إيجابية بالفعل هتفيد المستخدمين نعم في البداية يوم سعيد للجميع في الحقيقة لا نستطيع أن ننكر بأن هذه استراتيجية زكية تتبعها تيك توك بالتوسع أفقيا وعموديا في إطار الحرب الشعواء من المزايا التنفسية لعملقة وسائل التواصل الاجتماعي وأنا أقول بأنني يجب أن أتقبل في العصر الذي نعيش به يجب أن أتقبل أي فكرة مبتكرة تيك توك هنا تتوسع كانت في الماضي على حساب يوتيوب إنستجرام والآن على حساب لينكدين هي تعزز من الصورة الزهنية لهذا الموقع وكموقع للتوظيف يمكن أن يخدم المتواجدين به وهنا يجب أن نذكر بأن الصورة الزهنية لتيك توك ليست بإيجابية نحن لا ننسى بأنه وأحب أن أقول هذا المصطلح العالم السفلي لوسائل التواصل الاجتماعي بكل ما تعني الكلمة بمعنى بمعنى أن تيك توك كانت إلى حد قريب مرتع للخلاعة البزاءة والاستهتار والمبالاوة وفي اتهمت كمان لتيك توك بأنها تسرب معلومات وبيانات المستخدمين وحتى يعني واشنطن اتهمتها بالتجسس لهذه الدرجة يعني فبالتالي حضرك شايف أن هذه الخطوة هي لتحسين صورة تيك توك يعني من زاوية يجب أن نقول بأن هذه الميزة تحسن وسوف تحسن من صورة الصورة الزهنية لتيك توك وكما قلت خاصة بأن هناك الكثير من إشارات الاستفهام خاصة عندما نتكلم عن الاستهتار والمبالاوة الذين صاحبا التحديات التي أودت بحياة الكثير من الأطفال والمراهقين وأيضا كما ذكرت حضرتك المتعلق بالخصوصية والمعلومات والتسريبات الأمنية التي هجمت تيك توك من فترة ليست ببعيدة خلينا روح صورة فراس صحيح دكتور فراس خلينا روح لنقطة تانية وهي مسألة فكرة التقدم الوظيفة يعني سابقا كان التقدم الوظيفة بيتطلب مجموعة من الشروط مجموعة من الخطوات اللي كلنا عارفينها الآن هل هذه الطريقة هتغير شكل التقدم الوظائف والعمل في المؤسسات بشكل عام مستقبلا يعني إذا بدك نقول سمارت هايرينج التوظيف الزكي نحن في عالم يغوص عميقا في أجهزتي الزكية وبالتالي أي نوع وهنا أريد أن أتكلم عن زاوية الثانية كنت أريد أن أطرقها بأن جيل زد في مجتمع المعلومات رويدا رويدا يهيمن على أسواق العمل وهذا الجيل منغمس حتى النخاع فيما يتعلق بالتكنولوجي والسمارت فونز جيل زد خليلا نوضح الشريحة العمرية لهم اللي هم المرهقين حضركت أصد تماما تماما الذين الآن يهيمنون على أسواق العمل في العالم الذين نشأوا وترارعوا على وجود شبكة الإنترنت هم لا يعود العالم لا يدركوا العالم بدون شبكة الإنترنت وبالتالي هؤلاء عندما تقدم لهم وسيلة تكنولوجية إضافية وأعود لأقول السمارت هيرينج بمعنى أن التوظيف الزكي يجب أن يأخذ بتلك التكنولوجيات التي تطرق حتى يستطيع هؤلاء بأن يقوموا بتلك الأمور بطريقة إنسيابية أنا أقول بأن هذا الجيل يستطيع من خلال هذه الميزة أن يصل إلى تلك الشركات وأنا أقول بأن هذه الميزة لن تلغي الإسلوب التقليدي ولكن سوف تضيف وهنا أقول بريق المهارات وكريزم الشخصيات يمكن أن تكون ماذا عن من يفتقد هذه المهارات حضرك ذكرت الجيل زاد أو الجيل اللي تربى وترعرع على استخدام التقنية ماذا عن الجيل الأكبر سنا على سبيل المثال اللي هو يعني لا يضاهيهم يعني في التقنية ماذا عن يعني الأشخاص اللي بيعملوا في مجالات تقنية أو غيرها وهم يعني ليس لديهم هذه المهارات بشكل كبير بدون شك أن التكنولوجيا يمكن أن تضيف لن تلغي وإنما سوف تضيف وهنا سوف يكون هناك اصطفاء بمعنى أن هؤلاء الذين لن يستطيعوا مسايرة ومواكبة التكنولوجيا سوف يعني تكون أسهمهم بانخفاض وأقول مجددا بأن المهارات والخبرات وهنا نذكر منذ فترة قريبة بكيف أن الشهادة لم تعد هي الفيصل وإنما أصبحت المهارة والخبرة قد تكون تغلب الشهادة هذه الميزة تصب بهذا الاتجاه بمعنى أن كل شخص يرف بنفسه المهارات وأنا هنا أستطيع أن أقول من موقعي الأكاديمي كعميد كلية إعلام بأن الورق لا يعطيني حقيقة الميدان للشخص المتقدم وإن كان أستاذ جامعي وهنا نتكلم عن حقل الأكاديمي الرصين أقول بأن هذه الميزة يمكن أن تضيف لبريق البهارات وكاريزمة الشخصيات أنا أريد أن أعلم هذا الشخص هل هو قدير في المحاضرة هل هو يتكلم بطريقة سليمة إعلاميا حتى أستطيع أن أحكم عليه وليس فقط الجمود للورق طبعا أنه هيخدم بعض الوظائف دكتور فراس مثلا لأن أنا أريد من ضمن الشركات أو الوظائف اللي هتكون مطلوبة أو متاحة عبر هذه المنصة هي مبيعات على سبيل المثال في بعض الشركات وفي بعض المتاجر الكبرى هل حضرك شايف أن هذه الخطوة هتفيد الشركات من ناحية أخرى من ناحية صاحب العمل أنه يستطيع من خلال سيرة ذاتية بتقنية الفيديو يتعرف بشكل أكبر على الشخص اللي هيعينه أو هيوظفه قولا واحدا كلماتك جميلة تصيب المقتب بمعنى بأن أصحاب مواقع التوظيف يريدون حاليا وخاصة لبعض الأعمال التي تستلزم مهارات الاتصال وتستلزم الحضور الشخصي بمعنى تلك الأعمال سوف تضيف تلك الميزة الكثير من الانطباعات لأرباب العمل وأصحاب مواقع التوظيف أو أصحاب الأشخاص الذين يريدون التوظيف بمعنى أن أستطيع أن أحكم على الكمنيكيشن سكيلز من خلال فيديو ولا أستطيع أن أحكم على هذا الأمر من خلال أوراق جامدة كما قلت إذن هناك أعمال يمكن أن تستفيد بشكل كبير من هذه الميزة ونحن دائما عندما نرى العصر الذي نعيش به يستلزم المرونة ويستلزم الابتكار وتلك الميزة مبتكرة مع تحفوزاتنا على الكثير مما يجري في تيك توك ولكن تلك الميزة يمكن أنها تصوب بالاتجاه الصحيح وتصوب باتجاه المزايا التنافسية التي نريد أن تصبح دكتور فراس أنه على الجميع الآن مواكبة لغة العصر وهي التكنولوجيا شكرا جزيلا مستشار في التنمية البشرية والتطوير الإداري الدكتور فراس النائب شكرا لوجودك معنا من دبي